السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألذ كبسة للمستعقلين والعزاب والطلاب والمبتعثين وكل شخص مستعقل ومعند وقت وقيعان بنفس الوقت هذه الكبسة تغنيكم إن شاء الله أتمنى توصلوا للمقطع 20 ألف لايك تشتركوا إلا ما مشترك تفعلوا زر القرس إذا كنتوا مهتمين بهذا النوع من الوقبات فالمقطع هذا جدا طيب والكبسة جدا لذيذة في البداية عندي رز عندي كوب وربع من الرز يكفي شخصين ممكن تستخدموا أكثر إذا كنتوا أكثر من كذا هذا الرز بسمتي فالرز والبسمتي دائما نحط لكل كوب رز كوب وربع من الماء فأنا عندي هنا كوب وربع من الرز بحط لهم كوب ونص من الماء المغلية والنار تكون شغالة وعالية هنا عندي كوب ونص هذا كفاية ما أزيد ولا أنقص بعد كذا عندي الخضارة اللي بستخدمها شرائح من البصل الأخضر استخدموا البصل العادي الفلفل الرومي كذلك الطماطم وقرنين من الفلفل الأخضر والثوم ممكن تستخدموا فصلين فقط هحط هذه المكونات كلها على الرز وكذلك عندي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة مكعب ماقي عندي ربع ملعقة من الملح اللي ما عنده ماقي يستخدم ملعقة صغيرة من الملح ويكتفي وكذا يا سلام نحط المكونات كلها نخليها تطبخ على نار عالية طبعا نبقى استخدم التونة بهذه الوصفة ما رح استخدم الدقائق واللح لأنه ياخذ وقت فهذه علشان كذا كبسة سريعة 5-10 دقائق تكون الكبسة جاهزة بالكامل أنا هنا استخدمت تونة غويزي ممكن تستخدموا أي نوع تونة تحبوها هذه التونة أحطها على الرز أنا شلت الزيت حق التونة بالكامل وبستخدم شوية سمنة شوفوا ما شاء الله الحين أهم شيء بهذه المرحلة النار تكون عالية من أول شيء حتى ينشف الرز يعني ياخذ له تقريبا 4 دقائق ينشف الماء بعد كذا بعد ما ينشف نقصر النار نحسب له 5 دقائق كذا تكون 9-10 دقائق الكبسة بالكامل أسبحت المستوي هنا بعد مرور 4 دقائق نشف الماء مثل ما انتم ملاحظين حطيت السمنة وأهد النار شوفوا هنا الكبسة الكبسة نشفة ما شاء الله الماء أهد النار بهذه المرحلة شوفوا مثل من تم ملاحظين خلاص الحين أحسب لها كام 5 دقائق بحضر معاكم الشطة عبارة عن قرنين من الفلفل الأخضر 3 من الفلفل الكرز الحار نص حبة من الطماطم 3-4 من فصوص الثوم صغيرة لأن الثوم هذا بلدي ممكن تستخدمه في الصين فص واحد من الثوم العادي رشة صغيرة من الكمون وكذلك رشة من الملح هذه مكونة الشطة ما في شيء آخر ممكن تحط معاها قبن مثلث حبة واحدة إذا اللي اشتيها تكون قبن وكذا بعد ما ضربتها بالخلاط صارت قاهزة حطها على صحنة التقديم تتقدم مع الكبسة طبعا الشطة هذه مشهي تقعلكم تاكلوا بدون شعور وهنا ما شاء الله كبستنا صارت قاهزة يا سلام يا سلام شوفوا الروس كيف نثري وناشف بنفس الوقت من الأسفل للأعلى خلاص الآن نحطها على صحنة التقديم بس هذه 5-10 دقائق اتمنى تقربوها علشان تتأكدوا بينفسكم وهنا احطها على صحنة التقديم ويا سلام سلم ريحتها جدا طيبة والشطة تفتح النفس أكثر اتمنى تجربوها بهذا الطريقة ولا تنسوا دعم القناة وتشتركوا شوفوا القدر من الأسفل اضعوا لزر القرس حتى يصلكم كل جديد هذه قطعة تونة ما شاء الله بصراحة شيء فاخر اتمنى لكم السعادة إنما تكونوا كونوا بخير لكم كل الحب والاحترام والتقدير وأتمنى من كل شخص يقرب الكبسة هذه يعطينا آراءه بالتعليقات حتى يستفيد الجميع وبس تقدموا الكبسة مع الشطة بهذه الطريقة وبالعافية عليكم تحياتي لكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر